الأسرة والمجتمع الأسرة لبنة المجتمع وجودها من وجوده ونماؤها من نموه الحفاظ عليها واجب وطني ومجتمعي الأسرة والمجتمع برنامج يلامس واقع الأسرة والمجتمع إعداد وتقديم الدكتورة فنة العريمية إخراج خالد بن دروي شولا الثاني بسم الله الرحمن الرحيم أخواني وأخواتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معنا وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم ويوم طيبة مباركة ليلة الأثنين إن شاء الله وليلة العاشر من محرام الله يعود عليكم على مولانا صاحب الجلالة بالصحة والسلامة والعافية إن شاء الله ولكل العمان إن شاء الله ولكل ساكن لهذه البلد الطيبة بالخير والبركة والصحة والسعادة والسلام اللهم آمين يا رب العالمين أخواني وأخواتي اليوم إن شاء الله اخترت لكم موضوع الأمراض الوراثية أو أمراض الوراثية كثيرة وللأسف يعني ما قدر أقول إنها الانتشار في الزيادة عساس ما أحرق عن ضيفي الزمين الكريم لكن بالفعل الحالات تزيد ونشوف كثير سواء كانت مراضة دم وراثية أم متلازمات وراثية مختلفة ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ظهور هذه الأمراض الوراثية كيف يتم تشخيصها وهل هناك في فرص تشخيصها أثناء فترة الحمل وبعد الولادة مباشرة من أجل الاكتشاف المبكر وبالتالي إن شاء الله الحلول الصحية المبكرة تفادي التعقيدات وغيرها هل هناك ارتباط بمتلازمات معينة وخطورة معينة مثلا أثناء فترة الحمل كيف يتعايش المصاب بالأمراض الوراثية سواء كانت أمراض دم أم متلازمات مع الحياة وتحدياتها وغيرها من المواضع أخواني واخواتي إن شاء الله نرحب بضيفنا الكريم الدكتور مسلم بن سعيد العريمي طبيب أخصائي أمراض وراثية المركز الأمراض الوراثية سلطنة عمال حياك الله دكتور وشكرا للمشاركة الثانية حول هذا الموضوع الله حقيق دكتور أحب أن أمسي عليك ومسي على جميع السادة المستمعين وإن شاء الله تكون حلقة مثمرة نقدر نوصل فيها المعلومات بشكل أدق وصح إن شاء الله إن شاء الله أخي الكريم ونبدأ إن شاء الله دكتور مسلم وموضوعنا اللي هو الأمراض الوراثية الأمراض الوراثية ما شاء الله يعني ما أقول شابتر كتاب موسوعة كثيرة ويدخل فيها وايد أشياء مسبباتها كثيرة عوامل الخطورة فيها التي تسبب تؤدي إلى الإصابة كثيرة كلمنا أول شيء تعريف الأمراض الوراثية نعم يعرف المرض الوراثي إنه الحالة المرضية التي تنتج بسبب وجود خلل أو طفرة قينية أو خلل في الكروموسومات سواء تركيبه أو تشريحي مما يؤدي إلى ظهور أعراض خارجية مصحوبة بالتعاقدات الداخلية مميزتها أنها تورث من قيل إلى آخر فالمرض الوراثي يجب أن يتتوافر في هذه العوامل الخلل قيني أو كروموسومي يؤدي إلى ظهور عارض مرضي مرتبط بالمكون القيني ويتم توارثه عبر الأجال طبعاً رح نتوسع أكثر في التعريف لأنه فيه استثناءات لهذه القاعدة هذا من ناحية التعريف من ناحية الأنواع الأمراض الوراثية تقسم إلى أربع أنواع رئيسية الأمراض الناتجة من خلل الكروموسومي طبعاً هذه الأكبر وسواء خلل الكروموسومي تركيبي بمعنى أن يحدث خلل في التركيب كان ينتقل جزو إلى جزو أو يكون مثلاً جزو زي ما نقول أو مضاعف الجزو معين أو يتم حذف جزو من الكروموسومات هذا التشريحي أما الرقم بمعنى أن يزيد عدد الكروموسومات على الطبيعي نحن نعرف أن عدد الكروموسومات 46 ممكن يصير 47, 48, 45 وهكذا والنوع الثاني اللي هو النوع الثاني اللي هو ما يسمى بأمراض الخلل الجيني الواحد أو single gene disorders وهذه متعلقة بوجود عطب أو طفرة في جين معين المسؤول عن إنتاج بروتين لأداء وظيفة ومعينة في الجسم نوعين رئيسيين هما النوع الساعد والنوع المتنحي طبعاً النوع هذا بالذات يظهر في الذكر والأنثى على حد السواء النوع الساعد أن يجب أن يكون أو يكفي جين واحد نحن نعرف أن في كل موقع من واقع الكروموسومات هناك صورتين للجين صورة جاية من الأب وصورة جاية من الأم عادةً الجينات أو النوعين هذين يشتغلوا بعملية تبادلية تناغمية في بعض الحالات يكفي أن يشتغل جين واحد فقط فعندما يحصل العطب في الجين السائد يؤدي إلى ظهور المرض بينما المتنحي يجب أن يكون الصورتين للجين معطوبات كي يظهر المرض وإلا فتكون حالة حامل للمرض يعني يكون عنده جين واحد معطوب والصورة الأخرى تكون يعني شغالة طبعا في نوع يسمون نوع الميتوكندرية أو المرتبط بجزء خارج النواة نحن نعرف من الكروموسومات الجينات في النواة صحيح بس هناك 37 جين تم تحديدها موجودة في الميتوكندرية مسؤولة عن نوعية محددة من الأمراض ميزة الميتوكندرية هذه أنها تنتقل فقط من الأم إلى أبناها وليس من الأب صحيح من الأم إلى الأبناء أهمها أو الجيزء الأكبر منها المتعلقة بالميتوكندرية هذه هي أمراض العمل وراثي هذه الأهم من الأسباب الجيزء الثالث هو الجيزء ما يسمى بالمالتفاكتوريال أو المتعدد للأسباب أو الأسباب المركبة بمعنى يدخل فيها الجو المحيط الانفايرومنت صحيح متعددت هالأسباب بالضبط يعني مثلا مرض السكرية المتوارثة أمراض ضغط الدم الثقوب القلبية كأن يكون عند الإنسان هناك استعداد أن يصاب بالمرض هذا لا يعني أنه سيصاب بأكيد ولكن عنده استعداد الطفرة الجينية اللي موجودة معاه تظهر استعداديته للأسباب المرض وهذه طبعا نتيجة مرورها في العائلة في نوع من الأمراض الراثية يسمون الأمراض اللي هي حدث الطفرة نتيجة عوامل خارجية مما أدت إلى وجود طفرة جينية مثل أمراض السرطانات المختلفة وهذه طبعا تحدث في السوماتيكسلز أو الخلايا التي لا تورث يعني تحصل في الشخص نفسه كذي لكن يورث طبعا القابلية في العائلة إن وقدت نفس العامل هذا العامل نفسي قد يصيب شخص آخر ما عنده قابلية بمعنى أن التركيب الجيني للجين المسؤول عن هذا السرطان مثلا حتى لو وصابها هذا العامل ما تظهر عليه الكانسر هذه هي القابلة التي تكلعها إذن كذا ذكرنا أربعة أنواع نذكر الأسباب بشكل سريع لا أنا هنا بوقفك أخي الكريم وقبل أن ندخل في الأسباب عملية الفرق ما بين المصاب الحامل بالجين والمصاب نعم ناخذ المفالمة السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله الله سلمك عافيك إن شاء الله حياك الله الله سلمك أخي الكريم تفضل حياك الله ما هي أنواع الأمراض الوراثية ما هي أنواع الأمراض الوراثية أيوة إحنا يمكن أخي ما سمعت البداية إحنا ناقشنا الأنواع وذكر الدكتور أربعة أنواع لكن إن شاء الله بنعيدها عندنا استفسار أخي الكريم يعني عندك خلفية عن الأمراض الدم الوراثية مثل الثلسيميا مثلاً وأنيميا الدم من جلي لا والله ما عندك هذه الخلفية ما عندك هذه الخلفية ما عندك تمام أخي الكريم إن شاء الله رايحين نوضح الأربعة أنواع إن شاء الله بشكل سريع دكتور نعم النوع الرئيسي هو نوع ما يسمى بالخلال الكروموسومي طبعاً أشهر مثال عندنا متلازمة داون اللي يكون في التغيير العددي يكون فيه كروموسوم زائد وهذا إحنا بنناقش المتلازمات النوع الأول الثاني؟ النوع الثاني هو أمراض الخلال الجيني الواحد أهم هي أمراض الدم الوراثية اللي هي الثلسيمية والأنيمال منجلية النوع الثالث اللي هو المرتبط أو المتعدد للأسباب ذكرنا منها لأمراض قابلية حدوث أمراض السكري وثقوب القلبية والضغوط وكذلك الصارة حسنت والرابع؟ هي نفس النوع دخلنا فيها لكنها مضيها النوع الرابع نحن ممكن نفصله كذي ونقوله اللي هي التغيير والتفرات اللي تحصل في الجسم السليم تؤدي إلى حدوث مرض وراثي ممكن يورث عن طريق الخلايا سماتك نعم دكتور نرجع ونتكلم على عملية الإصابة بالمرض وظهور الأعراض على الشخص المصاب وكذلك الحالة الأخرى اللي هو يكون حامل للمرض ولكن لا تظهر عليه الأعراض طبعا هذا ينطبق مثل ما قلنا قبل شوي في الأمراض المتنحية متنحية لغويا يعني أن الجين المعطوب نحن نعرف نعيد مرة أخرى نقول صورتين في كل موقع من واقع الكروموسومات هناك صورتين للجين نفسه واحدة صورة جاية من الأب واحدة جاية من الأم متماثلة ولكن الوظيفة تكون تبادلية أو تناغمية أحيانا يحصل عطب في جين معين بس إذا كان متنحي الجين الآخر يكفي أن يظهر فيه يعني على سبيل مثال نحن كلنا كبشر كل إنسان فينا عنده من 6 إلى 8 جينات معطوبة هذه فطرية موجودة الجينات المعطوبة ليش ما تأدي لظهور الأعراض أو ظهور مرض معين نتيجة أنه فيه صورة أخرى مهمات لهذا الجين المعطوب تكون شغالة أو عاملة فتغطي عليه وتأدي الوظيفة فيكون الحامل للمرض نفسه هو اللي يحمل الجين معطوب واحد وبالتالي ما تظهر عليه الأعراض بينما المصاب يحمل الجين معطوبات وبالتالي يظهر عليه الأعراض هذا مرتبط بالذات في موضوع المرض المتناحية بارك الله فيك وأتوقع يعني هو وجود المشورة دكتور المشورة المباشرة ما بين الطبيب والكادر الطبي الصحي المعالج والإنسان اللي سبحان الله قد يكون مصاب أو يكون هناك مثلا أنه فيه فرصة أنه يكون أحد من العائلة مصار حامل لهذه المشكلة توضح هذه الموضوع أكثر وتم رسم الشجرة من ناحية انتقالها وبيان كيفية التوارف الله الله دكتور نرجع مرة ثانية وتكلمنا عن الفرق ما بين الحامل والمصاب نرجع على الأسباب وقل لي أول شيء بالنسبة للإحصائيات هل تحس أن عدد الحالات سواء كان أمراض الدم الوراثية سواء كان المتعددة الأسباب مثل ثقوب وقلب هل هي في زيادة؟ حقيقة يعني فعالية أي خطة الدخلية لابد أن يكون عندك أحصائيات تبنى عليها وبالتالي حنا عملنا أحصائيات أو يعني في حاليا أتوقع بسبب وجود الأحصائيات المدققة تظهر الحالات يعني هل نقول لك مثلا إحنا احتمالية أو نسبة أن يولى الطفل مصاب في السلطنة بأحد أمراض العيوب الخلقية أي أن كانت بشكل عام هي 7% يعني من كل مئة ولادة هناك 7 عندهم عيوب خلقية هي نسبة عالية نعم مقارنة بالنسبة العالمية التي هي توصل إلى 4 أو 7 من 10 فعلا نحن عندنا نسبة عالية فعلا يمكن ندبل ناخذ المكالمة نرجع لك دكتور سلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم حالكم السلام ورحمة السلام حياك الله حياكي جيدكم أخباركم الحمد لله بنعمة من الرحمن عز وجل تفضل معاكم أسماء محمد حياك الله أختي أسماء تفضلي أحببت تعرف يعني هم هذه الأمراض من تشرع في نواقع السلطنة أيوة وسبحان الله يا أختي أسماء جيت في وقتك احنا لسا نقول الإحصاء وبعطي الفرصة لزميل الدكتور مسلم أن يتكلم عنها عندك أي استفسارات أخرى أو أي تداخلات أختي أسماء أبقى أعرف يعني النسبة التي يحملها لفرزان أسماء هذا المرض بالأكثر يحملها عندهم الأبناء أو البناء بارك الله فيك كمان يعني نسبة توزيع انتقال هذه الأمراض الوراثية بالنسبة للجنس سواء كانت عند البنت أو الولد تمام أختي الكريمة بنغطي هذا الموضوع إن شاء الله وحسنتي على المشاركة أسماء أحسنتي بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم وعليك السلام دكتورك بالحال الله سلمك الله يعافيك حياك الله أختي الكريمة حبيت أشارككم في المرامج اتفضلي إحنا موجودين عشان نوضح اليوم فمشاركتكم بالفعل تثرينا حياك الله إن شاء الله سؤالي كيف تحدث التشوهات والأمراض الوراثية؟ كيف قصدك الأسباب بارك الله فيك صح؟ وهل الأمراض الوراثية تعتبر نادرة أم شائعة؟ سبعة في المية يا أختي إن شاء الله فإنت يقولي عاد تعتبرها نادرة أم شائعة إنت يقولي والله هو يعتمد يعني إذا تعطي إلى كامل الأبوين حد يعني حامل المرض هذا بارك الله فيك فأكيد يعني الأبفالهم يعني احتمالي يعني الإصابة على أختي الكريمة إيش رأيك بالمشورة ما قبل الزواج؟ الفحص ما قبل الزواج هو والله يعني مهم مهم ومتوفر متوفر وبعدين يعني يمكن في حساسية من هذا الموضوع يعني تعب يا يعني العادات والتقاليد المجتمعي ومجتمع وقون التقاليد بس إذا إحنا وازننا أختي الكريمة ما بين الفائدة بإذن الله وهي يعني محللة بإذن الله شرع صحيح يعني ما بنفكر إحنا بنفسنا أول شيء بكرة بيكون عندنا عيال وعيال صحيح عددت شوهات التي تسببها الجينات الشادة الله هذا سؤال يعني بالفعل في الصميم الجينات الشادة بارك الله فيك سؤال جدا أيوة ما عرف إذا حد من الأخوة طرح السؤال قبلي أو لا أي الجنسين يعتبر أكثر عرضا للإصابة وسأطرحوا طرحوا إن شاء الله أختي الكريمة طبعا هو يعتمد على نوع المرض ونوع المتلازمة ويعني إن شاء الله رايحين نفصص هذا الموضوع أختي الكريمة بارك الله فيك وشكرا على المحاورة الجميلة اللي انت دخلت فيها معنا أختي الكريمة والله يبعد عنكم وعنا شر الأمراض الوراثية إن شاء الله بارك الله فيك أحسنتي أحسنتي فأمان الله مع السلامة السلام عليكم تمام وعليكم السلامة دكتور نبدأ أول شيء لا أسباب نسبة الانتشار اللي هي تتكلم عن الإحصائيات 7% تمام احنا قلنا 7% بشكل عام بينما في العالم 4-7 من 10 تستدعي انتباه عندنا في عمان كذلك يعني أو نسبة وفاة الأطفال اللي هم الخدج أو حديثي الولادة 37% منها نتيجة الطرابات الوراثية بينما الأطفال اللي هم الرضع اللي هي السنة الأولى من العمر أو السنتين الأولى من العمر 10% نتيجة أسباب الوفاية يعني نتيجة طرابات وراثية فيما عدد ذلك أو أكبر عن ذلك تصل النسبة إلى 52% النوع الأول اللي هو النوع الخلل الكروموسومي في عندنا وفي عمان شكل 28% بينما الخلل الجيني الواحد بالذات المتنحي منها يشكل 51% طبعا أمراض الخلل في عمليات الأيض والأمراض الأخرى تشكل 21% هذه بالنسبة لنسبة بشكل عام وهي أحصائيات واضحة يعني وتبين بفعل يعني وين الانتشار وين معدل الخطورة يعني مع ذلك احنا بحاجة إلى إقراءة دراسات أخرى على أساس نشوف يعني التغييرات التي حصلتها وانعكاسها على هذا النسب بس أرجع فيه سؤال هو موضوع الانتشار ما بين البنات والأولاد مثلا نعم أي فيه أمراض وراثية مثلا نحن نعرف أنها مرتبطة بجنس المورث حلو ومهمة الأمراض هذه انتشارها يرتبط بجنس المورث مثلا مثلا نوع من أمراض الدم مورثي اللي هو مرض نقص الخميرة حلو مثلا مرض الهيموفيليا فهالحال هذه وعلى فكرة نقص الخميرة منتشر يعني من الأمراض منتشر أي بس أحب أوضح نقطة دكتورة أنه نقول أنه يكاد يكون مرض نوع نقص الخميرة في عمان هو من أبسط الأنواع وبالتالي عحنا يعني مثل ما نقولي نطلق عليه أنه يكاد يكون مرض لكن أنا طلاحaci كمثال فهو مرتبط بجنس الممورث نحن نعرف إنه اللي يميز يميز الذكرة هو الـ XY وليميز جنس الأنثى اللي هو الـ XX هذا مرتبط بالـ X وبالتالي طالما الأنثى عندها 2X أو XX بالتالي عندها صفة المتنحية صحيح لكن الذكرة عندها X وحدة وبالتالي لو عندها هذا الجنف طفح علي الإعراء فهو مرتبط بجنس الموارض في ظهور العراض فبالتالي؟ وهذا برضو من امراض خلال الجن الواحد هذا اللي يميز بين ذكر وانت لكن في معظم الحالات طبعا يكون متساوية نسبة الإصابة طبعا في عوامل أخرى مثل ما ذكرنا احنا متلازمة داون وذكرنا عملية الانفصال الكورموسومي وإن أكثر شيء ينتج من المرأة ليس بموضوع العمر وإنما بضعف البروتينات المسؤولة عن عملية الانقسام بالتالي هنا في فرق هنا في أنثاء هنا في ارتباط بهذا الشيء بارك الله فيك ناخذ المكالم إن شاء الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة كيف الحال دكتورة كيف حالك؟ ألو السلام عليكم عليكم السلام دكتورة كيف الحال؟ الله سلمك أخي الكريم حياك الله اللهم آمين أجمعين الله سلم يا أخي برنامج جيد وشيف جدا جدا حقيقك هذا وأتمنى دائما يكون الأقل يعلن عنه مسبقا إن شاء الله هذا برنامج كل واحد يريده يشارك يخص بالصحة العامة ويخص بالبشر المباشرة إن شاء الله أخي الكريم وشكرا على هذا الكلام يشجعني كثير إن شاء الله إنه لا أجمعين أجمعين جدا اللهم آمين والله هذا الهدف هل نقص الخميرة أيبا مع الطفل أيبا لما يكبر يأثر عليه من ناحية الذكاء يأثر على أولاده في المستقبل في أثناء الهجام بارك الله فيك أعيد الله يرضى عنك السؤال عساس هل فهم يعني في أولاده الحين وهم يصابوا بنقص الخميرة الخميرة بارك الله فيك ويصير عندهم يعني يكبروا عن مرر الأيام والسنين ويتزوجوا هل هم هذا النقص الخميرة يستعدي منه أولادهم ويصير التشوهات بارك الله فيك أمراض عرضة لأحد الأشياء تمام تمام أخي الكريم إن شاء الله والسؤال الثاني الدكتورة يعني ما هي الفحوثات قبل الزواج هل تظهر هذه الفحوثات من ناحية تشوهات العطال مستقبلا يعني تجنبها إن شاء الله تجنبها من ناحية الفحوثات الدمية ما هي العينات وما هي المقاييس والمعايير اللي يأخذ منها الفحوثات الدمية حسب ظهر هذه المعوقات وممكن يكون ناس تفسد يعني من البداية يعني يكون تقولون بالله أنتم يعني يعني كذا الله يجب عنكم بالخير ولكن ترا كذا 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 بارك الله فيك هي أخويا الكريم هو مجرد توضيح الصورة كاملة وبعدين الاختيار طبعا ويتم النصح والمشورة المباشرة والاختيار النهائي طبعا هو بإيد الأخوان الذين يتقدمون الفحص لكن ما هو خطأ عملية إجراء الفحص قبل التقدم إن شاء الله للزواج هو جميل جدا نقيد جدا حقيقة وصراحة لكن ناس ما تتقبل إن يقال يقول واحد باني علاقته مع خطيبته صحيح وآخر شيء والله يقول له ضرورة توفع الزواج صح يصير في فحص الزواج مختلفة ما بين الفريقين صحيح والله كلام صح وهذا كلام صح لكن في نفس الوقت كذلك لو تم الإصرار على إتمام بإذن الله عملية الزواج كذلك ممكن يكون فيه محاذير معينة أثناء فترة الحمل ما قبل الحمل وبعدها من ناحية يعني يمكن سبحان الله كطرق وقايا للتقليل من الإصابة يعني هو الذكر أنه ثلاث أنواع معانا من الأمراض الوراثية كل هذه المواضيع إن شاء الله أخويا بالنسبة لأهمية الفحص ما قبل الزواج أنواع الفحوصات التي تجري فيه وكذلك لو فحالت الخميرة تؤثر على الرجل يعني على أولاده إن شاء الله أخي الكريم إن شاء الله بارك الله فيك دكتورة جزاك الله خير بارك الله فيك تسلم بارك الله فيك شكرا جزيلا الله يخليك تسلم أخواني واخواتي أنا سامحوني نسيت نسيت شسمة يعني أنوه على أرقام البرنامج وأشكر المشاركين اللي ما شاء الله ظاهر حافظين رقم البرنامج يمكنكم التواصل طبعا مع البرنامج اللي هو موضوع نظيفنا الكريم عن أمراض الأمراض الوراثية بشكل عام على أرقام البرنامج 24640234 و24640233 وحياكم الله معنا أخي الكريم أتوقع إن شاء الله اليوم المكالمات كثيرة فناخذ سريع سريع إيش رأيك تكمليني الأسباب وبعدين ندخل عاد على كل متصل الكريم التصل فينا نعم بشكل عام الأسباب حدوث الأمراض الوراثية هي مثل ما قلنا أول شيء وجود طفرات جينية تحدث غير مورثة بمعنى أن تحدث الإنسان أثناء الحمل؟ لا 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 بشكل عام تعرضها مثلا لأدوية معينة تعرض الإشعاع معين ممكن تحصل طفرة في الجين السليم وبالتالي ينتج منها ظاهرة مرضية وراثية يعني أثناء عملية التكوين الأولية لكن في طفرة وراثية أحيانا الأمراض السائدة طيب الأمراض السائدة معنات أن نكتسب جين واحد معطوب من أحد الأبوين وبالتالي وجود الجين هذا عند الأبوين طيب ليش ما تظهر العراض في الأب؟ يعني ليش معنا الأب ظاهريا سليم؟ حامل وأنت تقول لي أن هذا مرض سائد صحيح وما فيه شيء اسمه حامل في السائد صحيح نظريا صحيح اللي يحصل أنه فيه برغم أن الجين معطوب أو بس نشاطه أنه يبرز العطب ماله عرضيا أو أنتقة العراض ضعيفة جدا أثناء عملية التخلق أو تحصل ما يسمى بعملية الميوتوجينيسيز أو يعني التغير في التركيب تركيب الـ DNA أثناء عملية التخلق البدائية وبالتالي يظهر عطب الجين وتظهر العراض هذه الأمراض السائدة على المنقول لهذا مثلا على مثال مرض مرفان مرفان سندروم هذه النفسة التي تجد الأب والأم سليمين ما عندهم شيء معيني هو نوع من الأمراض السائدة بالضبط يجي البلد مصاب بمرفان فهذا التفسير ومرفان هو عبارة عن مرض بسبب مرض وراثي هو نتيجة نتيجة طفل في جين واحد محدد ومعروف طيب حنت تكلمنا عن الدم الوراثية لحد الحين بس أعطي فكرة سريعا لحصائيات نسبة أن يولى الطفل في السلطنة مصاب بأحد أمراض الدم الوراثية الثلاثة هي من ثلاثة إلى أربعة وسبعة من عشرة هذه النسبة العامة عشرة في المية من العمانين يحملون جين أو جين مسبب لأنيمة المنجلية يعني من الحاملين بينما سكل سل بالضبط بينما ثلاثة إلى أربعة في المية يحملون أو عفل ثلاثة من يحملون جينة البيتا ثلاثيمية طبعا الثلاثيمية هي مقسمة نوعين بيتا وألفا حين البيتا هو اللي نركز عليه لأنه هو التظهر عليه العراض يحتاج إلى نغل دم وتكرر وتكون الحالة يعني بتعقيدات يشد أما الألفا فالألفا عبارة عن أربع جينات وبالتالي لما يحدث عطب في جينين حتى أو يمكن يصل إلى ثلاثة ما يتوثر على الأعراض كثير بارك الله فيك أما بالنسبة البيتا بسبب جينين بالضبط ولين جينين فقط وبالتالي في حصائية سريعة 45% من عمانين يحملون جين الألفا ثلاثيمية ولكن نحن نقول كاد يكون مرض لأنه ما مرتبط بالأعراض بالنسبة النقص الخميرة بس عن فكرة دكتور الأحصائيات كلها عالية صحيح بس لها تفسير صحيح بالنسبة النقص الخميرة آخر حصائية أن في الذكور 28% يحملون جين نقص الخميرة والإناث 12% طبعا النقص الخميرة مثلا ما ذكرتاني هو مرتبط بجنس المورث وبتالي بالضبط تظهر على الذكور أكثر لكن طبعا نحن لازم نعرف نشرح أنه في ظاهرة وراثية ما تسمى بال X-inactivation بمعنى أن حتى الأنثى قد تكون حاملة فقط يعني عندها الجين والجين آخر سليم فيحصل inactivation الجين سليم فتظهر عليه العراض وهذا نادرا لكن أحب أوضح أن النقص الخميرة على حسب ما سأل المتصل الكريم هل لو المصاب بنقص الخميرة هل يورث للأبناء لأولاد هو بيكون نتفضل بيكون على ال X وبالتالي راح يورثل البنات صحيح الأم عادة لما تعطيه لما يكون معها سبحان الله وهو منتشر أكثر بنسبة أعلى بنسبة 28 مع الأولاد مثل ما قلنا الأعراض تظهر على الذكور أكثر باعتبار عند X ولكن أحب أطمن أن نوع نقص الخميرة في عمان يكاد يكون مرض اللي يحصل أنه بعد الأولاد مباشرة ممكن تحدث تكسر سريع في خلايا الدم يحصل صفر لعدم الاكتشاف المبكر مثلا يعني بس يعني يتم تعامل معها مباشرة من ناحية النوع التصنيف والتشخيص والتعامل بالضبط لو ذكرنا نقص الخميرة في دول أخرى يعني المجرد أنه طبعا نسمي مرض الفولي يعني في حالات فقط يدخل حق للفول ويشم الفول بس ما يأكله على طول تكسر أما في عمان الحمد لله النوع ألف وبالتالي هو من أبسط الأنواع وأسلها فأحبهم النقطة يوضح إذن خلينا نغطي سؤال متصل كريم سلم بالنسبة له سبحان الله لأب كان مصاب بنقص الخميرة العملية توريثه للأبناء طبعا موجودة وبالتالي نحط هذه لما ينولد الطفل لذلك لما ينولد الطفل نحط في بالنا قد يكون احتمال كبير لأنه يكون عندنا نقص الخميرة وبالتالي نحط في الحضان أكثر عن يوم يكون تم الفحوصات من أجل التأكل ناخذ المكالمة السلام عليكم السلام عليكم حياك الله معكم أم بشار حياك الله أم بشار كيف الحال؟ عندي سؤال فضلي أيوة ممكن تتكلموا عن أمراض دم الوراثية بشكل مفصل إن شاء الله أختي الكريمة وفي سؤال ثاني بعد أيوة هل التبول اللا إرادية يدخل ضمن الأمراض الوراثية؟ التبول اللا إرادية لا ما يدخل إلا إذا كان عنده مرتبط مثلا بحالة سكري أو لا تمام عندك بعد مداخلة ثانية أختي مبشار؟ لا شكرا أحسن تبارك الله فيك شكرا جزيلا السلام عليكم عليكم السلام حياك الله تفضل دكتور سألي اليوم من معايا عفوا محمد الشحي حياك الله أخي الكريم حياك الله محمد كيف الحال؟ محمد الله الله سلمك تفضل دكتور سألي الأيد يقدر يكون وراثي؟ الأيد ممكن يكون وراثي طبعا لا أخي محمد أنت كم عمرك؟ أنت صوتك صغير كم عمرك؟ نعم كم عمرك؟ ممتاش ممتاش إذن ولدنا محمد وسؤالك جميل جدا وبننوه على موضوع الأيدز وعلاقته بالأمراض الوراثية تمام يا محمد؟ حياك الله ومثلا لو حد في أشرته عند متوارس للسكري مثلا لو لا سمح الله أحد رأيته بيحصل يعني مثلا أكيد بيحصل للسكري بيأتي مثلا في أي عمر تقريبا بارك الله فيك أي نوع من السكر أي نوع من السكر يعدكم في الأسرة يا محمد عندك النوع الأول الذي يجي في سن مبكر لا الاول الاول النوع الأول تمام يا محمد تمام عندك مداخلة ثانية ما شاء الله عليك ولدي يعني مطلع كثير يعني عجبتني محاورك ما شاء الله عليك شكرا يلا الله يوفقك إن شاء الله شكرا يا محمد السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله من معنا مبارك المخيني حياك الله يا مبارك كيف الحال الحمد لله بخير دكتورة الحمد لله الله يسلمك ويعافيك يمبارك تفضل بس بغيت أشكركم على هذا البرنامج جميل وعندي سؤال لو تسمحي دكتورة ايش أهم أسبابها الوراثة عندما يصيبها الشخص أو كطفل بارك الله فيك اهم أسباب الأمراض الوراثية بشكل عام ببطب بارك الله فيك يا مبارك تمام عندك محاور ثانية لا والله شكرا شكرا يا مبارك على المشاركة وبارك الله فيك إن شاء الله شكرا جزيلا توقع نوقف شوي مكالمات أستاذ خالد إن شاء الله نرجع أخي الكريم ذكرت الأسباب بارك الله فيك وهو أيوان سبب واحد اللي هو قلت لي طفرة جينية حدوث الطفرة الجينية نعم لا أسباب الثانية السبب الثاني هو مثل ما قلنا الخلل الكرموسومي هذه برضو سبب كثيرة وكذلك الطفرة الجينية أو العطب الجيني المتوارث متنحي أو سائد هاي هاي يندرج تحت هذه الأسباب الثلاثة لكن طبعا في اللي حاصل أختي دكتورينا الحين حاصل الطفرة كبيرة في التغير في موضوع الأمراض الغراثية مما أدى إلى خلق مما أدى إلى خلق يعني فراغ كبير بين المعرفة لدى الطاقم المتعامل سواء الطبي بشكل عام أو البرامي داكرة حتى وبين اللي قاعد يحصل على الأرض يعني أنا خلال دراستي في مجال وراثة الجزائية دخلت هذا العالم وشفت أن ناس رايحة بعيد في مجال الأمراض الغراثية يعني كأنه كنز وانكشف وبالتالي تتغير المفاهيل كثيرة والتلعلمك الحين حتى العلاجات يعني تدخلها يعني التحدي الحالي والآمال يعني إحنا من أسبوعين دكتور رام سلم يعني جاتنا هذه الرسائل ودخلنا وشفنا ويجوجل يعني موضوع أن الأمراض كيف أن التدخلات الجينية بتساعد في العلاج السكري هي أثبتت نجاحات كثيرة ومن ضمنها المتلازمة داون متلازمة داون في تقارب تحصل في العالم حاليا مثل أي مرض آخر هي القضية هي القضية أنه فيه شخص مسؤول أني أدي وظيفته بروتين صحيح اللي هو الكروموسوم الجين يعني بالضع الجين هو نفس البروتين نعم وبالتالي يعني هذا الشخص المسؤول لهو الجين ما أدي وظيفته بارك الله في عطب في عطب بالتالي إما أني أصلح هذا العطب وحفز هذا الشخص كي يقوم بوظيفته أو أني أغيره ويجيب واحد ثاني يشتغل بداله يعني جين سليم هذه الفكرة اللي يستند عليها العلاق الجيني الاشكالي اللي تواجه العلماء هي أو التكرار التجارب وعدم نجاح إن فيه ظروف معينة غير مفهومة لحد الحين ما وفرت الجو المناسب إن هذا الجين يؤدي وظيفته المطلوبة وبالتالي أنا أتوقع من خلال احتكاك بهم من خلال عملي في هذا المجال أو دراسة في هذا المجال إن هي فقط في لمسة واحدة رح تحصل رح تفتح كل المجال بارك وإحنا بانتظار هذه اللامسة هي بالفعل يعني يعني كثير أنا متابعة هذا الموضوع البحوث على قدم الموساق وبسرعة وبارك الله والنتائج مبشرة على فكرة هي مبشرة بس اللي حصل دكتورة إحنا حين نسعف على أساس المعرفة الوراثية ما تكون فقط للبابلك أو الناس لا حتى للطاقم الطبي نفسه صحيح لأن حصل فراءة كبيرة بين المعرفة اللي حاصلة واللي تقدم للعالم وبين ما موجود بالضبط خليني أرجع لأختي الكريمة أم بشار وبعدين برجع لأخوان المتصلين قبل أتمنى أخونا بارك الله فيك أتمنى أخونا اللي ذكر موضوع الجي سيكس بيدي اللي هو الأنيميا لا أنا أحب أطمنى وأحب أقول لي إن إذا كان الأب طبعا معرف أني رح يورثه ولكن هذا لما ينجب الأب هذا إحنا دائما نحط الاعتبار في المستشفى على أساس أن احتمال الطفل نرجع لأخذنا الكريمة اللي إيش رأيك ندخل في مدخل وبعدين على فكرة يعني عندنا أحصائيات كثيرة يعني منجلية 28% ذكور و12 نئنات وغيرها إيش رأيك نبدأ بالسكرسن طبعا نأخذ واحد واحد كريسر يعني ندخل عليهم أول شيء أنيميا الخلية المنجلية نعم هي من نوع الثاني اللي هو خلل الجيني الواحد الأنيميا المنجلية هي ظاهرة تؤدي إلى أن الخلايا تفقد مرونتها الخلايا الحمراء طبعا تفقد مرونتها في المرور وتأديه وظيفتها وتشبه شكل المنجل وتزداد إلى زوجتها كل منجل معروف طبعا واللي هي تعقيدات كثيرة منذ نوبات العلم المتكررة نتيجة عدم مرور الخلايا هذه إلى أطراف القسم يحصل معهم هزال يحصل معهم نقص في المناعة طبعا يدخلوا برنامج علاجي متكامل على أساس نمنع التعقيدات ليس إلا طبعا فيه أدوية هي ترفع نسبة الهموغلوبين القنيني وجود الهموغلوبين القنيني هذا يخفف من الأعراض هذه الدول اللي شغالين فيه وأثبت نتيجها فعلا صحيح فيه محاولات لعاج القيني طبعا لم تنشر بعد لأنه لم تأدي للنجاح المطلوب طيب إحنا قلنا أن نسبة 10% من العمانيين يحملون قناة اللانيمة المنجلية وهذا يعني أن الموضوع بحاجة أن فيه حاملين كثير لهذا المرض وهذا من نوع المتنحي اللي ممكن ينتقل عن طريق الزواج بين أشخاص حاملين طرحت قبل شوي موضوع الفحص قبل الزواج طبعا الفحص قبل الزواج كبرنامج مدعوم من وزارة الصحة مثل بقية البرامج لا يوجد لا يوجد عندنا هذا الشي كبرنامج مدعوم وإنما الخدمة تقدم إذا في حالة وجود الأجهزة ووجود المواد في المركز الصحي أو في المستشفيات أنا من خلال خبرتي ما أشوف أي عائق لأي شخص يتقدم لطلب هذا الفحص ناخذ المكانم إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم دكتورة كيف عارف طريقين الله يسلمك يعافيك إن شاء الله حياك الله شكرا لكم على البرنامج الجميل الله يخليك شكراً أخي الكريم وهو قائم إن شاء الله على أنكم أنتم تلاقوا فيه الفائدة إن شاء الله أخويا اليوم معنا إن شاء الله أمراض الأمراض الوراثية بشكل خاص سواء أمراض الدم وراثية أو أمراض متلازمات حياك الله أختي العزيز أنا عندي مشكلة بالنسبة الأمراض الوراثية أنا كان عندي الطفلة الأولى توفت خلال عشرين يوم والطفل الثاني خلال ثلاثة أشهر فيه عنده المشاكل في الريع المعطقة يقولوا كله مشاكل في الريع وفيه فتحات في القلب فتحات في القلب تمام نعم يقولوا لك يعني الحمد لله إحنا جرينا بحوصات خارج دولة فجالوا الحمد لله يعني أنتم سليمين إحنا عياء العمي يعني تمام منت عمك أيوة أيوة أخويا الكريم ما عندكم أحد يعني الحمد لله نزل سليم والحمد لله يعني عاش وكمل الحمد لله يعني الطفل الثالثة حمد لله ربعين سليم 100% يعني ما في أي مشافة الحمد لله الحمد لله طيب خبرنا الحمد لله رب العالمين ما بين الطفل الأول اللي هو عاش الحمد لله عشرين يوم واللي عاش ثلاث شهور كم كانت المسافة ما بينهم المسافة سنتين سنتين تقريبا سنتين ما بينهم بس هم يكونوا في العناية يعني ما يطلب ورا كلها تنبطنا عين طيب هل تم أخذ عينة دم منهم من الأطفال السابقين الطفل الأولى لا ما تم أما الطفل الثاني نعم قالوا يعني كل شيء سليم يعني ما في أي مشاكل شيء وراثي يعني ما فيها أي متلازمات ما فيها أي مراضة معقدة مثلا لا لا ما في سبحان الله مجرد يمكن هل تنزل قبل وقتها مثلا ينزلوا مكتملين أخوي الكريم نعم نعم مكتملين طفل الأولى الشهر الثاني يعني خلاص كامل بارك الله طفل الثاني أجرينا عليه عملية نفس الشيء كامل نازل يعني بوقتها لا شهر الثامن كان طفل فوق يعني شهر الثامن ونفس القضية أنه عنده فتحات في القلب وعنده مشاكل فريعة عنده فتحات قسيطة في القلب وشريان يعني شريان في القلب زائد يعني هم بالتكاترة أما أيوة لكن من ناحية من ناحية الشكلية ما عندهم أي تشوهات خارجية مثلا في الوجه وكذا لا ما في أي شيء آها الحمدلله نحناء بسيط نحناء بسيط يعني في الرجل الرجل بك ما يأسر نحناء بسيط في الرجل نعم تمام تمام يعني هم بارك الله فيك أخذت السؤال وبنت داخل معاك والله يعطيك الصحة والعافية يبارك لك إن شاء الله في الطفل أو الطفلة اللي معاك وإن شاء الله يرزقكم من فضل زيادة بإذن الله آمين آمين مشكوري رزاكم الله خير على البرنامج الشيخ والجميع تسلم الله يرضى عنك شكرا جزيلا الله يرضى عنك فأمان الله شكرا مع سلامة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله دفتورة كيف الحال الله يسلمك أخويا أنت كنت متصل صح سعيد هنا آسف يا خير لا حياك الله أخوي سعيد أحنا غطينا يمكن الموضوع بس يمكن ما لا بس دقيقة واحد شغال معلومة عامة قد يستفيد منها الجميع أنا أسأل هل أمراض الكلاء الفشل الكلوي وراثي وأمراض السكر وأمراض الفشل القلب أيوة هل هذه أمراض وراثية أو أمراض حتى حدث فيما بعد للمشاه تمام أخي الكريم هذه أمراض يعني الفشل الكلوي صحي وأمراض السكر والضاف صحي طبعا الضاف والسكر هو اللي أسس الفشل في القلب يعني في العضلة في القلب بارك فهذا يكون يستفيد من الجميع أن الناس يقولوا وراثي وحد يقول غير وراثي وفيه تضارف المعلومة يعني بارك الله هو يدخل داخل منعنا إن شاء الله بنوضح هذا الموضوع كونه إنه يدخل من ضمن الأمراض المتعددة الأسباب للحدوث تمام أخي الكريم وفيك بارك الله شكرا أخي الكريم شكرا بارك الله فيك السلام عليكم خلاص تأخرنا عن المكالم ونقطعت من سلام نرجع مرة ثانية طيب أخذنا أم بشار أمراض الدم بارك الله فيك سريع الله هل نتكلم عن الأنيمية المنجلية الثلاثيمية تقلنا نوعين نو ما خلصنا الأمراض الأنيمية الخلايا المنجلية ذكرت الأسباب أي ذكرنا الأسباب والأعراض اللي تظهر هي يعني يحصل معاهم نوبات ألم متكررة نتيجة انسداد في الشرايين وتبدأ من العمر ستة شهور وبالتالي طبعا يكونوا معرضين المناعة ما لكم متأثرة وبالتالي نحطوا على برنامج علاقية معين على أساس نغطي موضوع المناعة في أدوية حديثة ادخلت مثل ما قلت عشان ترفع نوع من الهوموغلوبين اسمه فيت الهوموغلوبين هذا مو يساعد شوي أن يخفر تقليل حالات الكريسي نوع الثاني ناخذ المكالم إن شاء الله السلام عليكم على فكرة حس الناس كثير نعم موضوع مهند سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أخويا الكريم كيف الحال الله يسلمك يعافيك حياك الله الله يحييبك تفضل بس عندي مداخلة إذا كان معك معك والله تفضل حياك الله بخطوف أطفال التوحد أطفال التوحد الأوتزم أيوة أيوة تفضل إذا كيف الزوج يتجنبوا هذه الأمراض للتفضل وما هي أسبابه وكيف طريقة علاقية إذا كان شيء أسباب التوحد أحنا برغطي لك سريع هذا الموضوع لكن هو ما داخل في صلب اليوم الموضوع نحن الناقش وهو الأمراض الوراثية لكن أنا وعدك إن شاء الله بجيب حلقة مرة ثانية بعيدها وزميلة إن شاء الله موضوع التوحد لأنه بالفعل اليوم قاعدة تابعة التلفزيون ففي تقارير طلعت في دولة عربية إنه كل يوم سبعة عشر حالة التوحد سبحان الله يتم تشخيصها طيب أختي ما في أي من الجهات اللي تتبنى هذا الفئة من المجتمع الفئة من الأبطال طبعا هو فيه فيه يعني فيه جهات معالجة يعني جميع الجهات الصحية الحكومية سواء يعني بدون تسميتها كلها يعني فيها هذه العيادات وكذلك فيها جمعية جمعية وطنية عمانية للتوحد فهم قائمين بدور أغلب الجمعيات متواجدة في محافظة نصف أيوة يعني أنا بالنسبة لموضوع التوحد بالفعل مرة التقينا مع واحدة من الأخوات بالنسبة يعني كونها تشتغل في جمعية التوحد وذكرت هذا الموضوع لكن إن شاء الله أنت من أي ولاية أخي الكريم من المنطقة الشرقية جنوب محافظة الشرقية جنوب الشرقية أنزي أنا إن شاء الله لما بنذكر موضوع التوحد أو وعدك إن شاء الله أسبوع الجاي هذا عن التوحد ولو أمكن أنت شاركنا وبنطرح هذا الموضوع إن شاء الله الله يخليك وشكرا ولكن بعدني بغطي لك موضوع التوحد إن شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا بارك الله فيك أخواني واخواتي مشاركتكم اليوم أسعدتنا وأقلقتنا لكن مثري إيه والله لكن أقلقتنا تعرف يمكنكم طبعا المشاركة عن طريق رقام البرنامج 24640 234 أو 24640233 وحياكم الله معنا يا الله يمسلم نبدأ نعم نكمل النوع الثاني وهو النوع البيتا ثلاثيمية أو بالذات البيتا ثلاثيمية طبعا هذا النوع احنا قلنا يعني تقريبا من ثلاثة ونصف في المية يكونوا عندهم جنات الإصابة النوع هذا هو النوع الأشد في الثلاثيمية يعني حقيقة يعني يكون يحتاج إلى نقل دم وتكرر مما يؤدي لا ترسب الحديد والتالي يأثر على أعضاء أخرى يحتاج إلى أدوية عشان تشيل هذا الحديد المصاحب للدم طبعا يعني النموهم يكون متأثر لهم ظواهر عرضية مميزة نتيجة هذا الشيء وبالتالي يعني في النهاية زراعة النخاع ويتم تشخيصه مبكرا طبعا طبعا هو بعد ستة شهور حالة حال الأنيمية المنغرية خبرني بعدها المكالمة دكتور مسلم عن عملية زراعة النخاع ومدى نجاحها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حياك الله محمد علي الشام في الحاضرات اللي بغير حياك الله خي الكريم تفضل أنا ماخذ بنت أمي أيوة أول مولود التليم المولود الثاني رأى أصابع ظهرا في اليد اليسرع ومرتبطت مع بعضهم البعض يعني رأى أصابع مربوطة ثلاث أصابع أحولوني على خالق وحولنا خالق شسمه وعملنا عشان صح وراثي ورسلوه لششفة السلطاني الحين من الحين البنت عمرها ثلاثة ثلاثة نوات بس ليومك ما رد ما ردوا عليكم بس عندها أخويا محمد عندها بس هذه المشكلة من ناحية أن الصبوع الثلاثة من تسقى مع بعض ولا عندها كذلك يعني ظواهر صحية معينة ظاهرة بس هل ما فيها بس مجرد ليد وحدة هاي فيها تراها صابع ماشي بهام ماشي وصبع خير ماشي بزاها صابع وصف بارك الله فيك إذن إيد وحدة عندها هذا المشكلة طيب حولوكم لقسم الجراحة التجميلية مثلا ايو حولونا متشفى وتابعتوا في هذا الموضوع بس ما يعني فيه دكتور قال نحن بس مجرد عملية تفتح للطابع ما شي شي بارك الله فيك تمام معنات البنت خالية إن شاء الله من أي تشوهات جينية إن شاء الله أخي الكريم بنغطي البحث مع قبل الزواج المراكز الصحية ما عندهم الفحث يعني أنا سويت بحث في الدولة المجاورة في الإمارات صح فقالوا لي فقالوا لي عندك واحد بالمية أنت من نسبة الوراثة واحد بالمية صحيح بالنسبة لأي مرض بالنسبة لأي مرض أخويا يعني الأمراض كثيرة ومنشعبة يعني إحنا اليوم يعني بالفعل كأنه غولي يعني أنا ما قادر أمسكها يعني يمسك واحد أغطي واحد من أمراض أمراض 300 أمراض 300 أمراض الدم المراكز 1% يعني لما عملت فحث في الإبريميج قالوا لي ما شئتنا يعني فحث في الدول الأوروبية ما قادرين يعطون نتيجة فنحنا هنا نعطيك تخمين ما نعطيك لا هم ما يعطوا تخمين أنا أنا إن شاء الله يعني بوضح لكم موضوع الفحث ما قبل الزواج مع الدكتور إن شاء الله وبيوضح بالضبط أنواع الفحوصات الحين أحين أنا يعني فقال لي متزوج من دمان سنوات البنت هاي المرهد هالسنوات آه الثانية مش الأولى الفحث لما حولوا من خولها للمشيشف السلطاني ليومك لا تصلوا ولا تصلوا سلم بعد يعني هناك يقول لك نحن نحولها للمشيشف خولها إن شاء الله نزين أنا أطلب منك طلب بإذن الله أخي محمد إن شاء الله إنك أنت تتواصل أنت تسأل عن النتيجة وكذلك تتواصل إذا عندك تحويل بالفعل لقسم جراحة الجراحة التجميلية إنك تتواصل على أساس إنه يشيلوا هذه المشكلة التصاق الأصبع الثلاثة لأنه بالفعل البنت تحتاج إلى أي إيدها لأنه عمرها ثلث سنوات في مرحلة نمو بتدخل في يعني الحين ما قبل المدرسة يعني في الروضة الله يشفي لك إياها إن شاء الله ويعافيها وأتمنى إن شاء الله أخي سمعت نصيحتنا إنك تتواصل أنت بالنسبة لموعدها بالنسبة للقسم الجراحة التجميلية ولو في فحص مثلا هم هناك بيخبروك بإذن الله لأنه بيكون النتيجة موجودة عدهم في الجهاز مشكور أخي الكريم ونعطي فرصة إن شاء الله لأخواننا المتصلين وكذلك المحاور الدكتور دكتور خلصنا الثلاثيمية خلصنا الأنيمية المنجرية نعم وخلصنا كذلك الجي سيكس بي أي بضبط يعني هذه الأمراض الدم المراثية هي أمراض الشائعة عشان كده الفحص عليها لكن أرجع وأقول ما كنت كلمنا عن الهيموفيليا لا هذه مدى خلفها طبعا هذه من مرتبطة قلس المرث بارك كونها بس يعني مرتبطة بالدم وكذا لكن هي القضية نحن عندنا الأمراض هذه الشائعة مثلا ما ذكر طبعا احنا انتقلنا المرحلة أخرى الحين الحين احنا نبحث عن أمراض المتنحية المسببة لمتلازمات الوراثية وهذه كذلك منتشرة أي بالضبط لما قل لك هي أخطبط إذن خليني خلص أم بشار عملية التبول اللا إرادية يعني هذه ماذا تفضلت دكتور ورديتي يعني ما له سبل مباشرة ممكن يكون مثلا يعني مرتبط بمثلا سلوك معين بالضبط عيب سلوكي ويصلح تشيك على مستوى السكر عند الولد بالضبط فهم يعني هذه ممكن تكون إشارة غير مباشرة يمكن سبحان الله يعني الواحد البوليوريا نعم ونكتوريا بس أهم شيء أنها تراجع المختصين على اساس تأخذ التفسير سحر تهابات البول وغيرها أنا أتمنى من أب بشار أن تودي الولاد لأجل فحص للبول التهابات البول لا قدر الله السكري تشيلها أول ما شالت إن شاء الله وما موجود تشوف بالضبط الفعل الطفل تبي تعوده على أنه نعم بس أنا أستبيد من اتصال الأخير عشان موضوع التصاغ الأصابع طبعا هذه الفاريانت موجودة بشكل طبيعي يعني 4% ممكن يكون معاهم فبالتالي لا تعني أن فيه مرض وراثي معين المتصل الأخير اللي تكلم عن التصاغ الأصابع فقط وبالتالي وهي في إيد وحدة أو معدها التشوهات خارجية عندنا نور يعني 4% من الناس ممكن يحملوا الخط الوحيد اللي يميز داون على اليد وهذا لا يعني أنه في داون بارك الله صحيح وممكن يحملوا ستة أصابع بالضبط لخ سعيد هنا يتكلم عن الأمراض اللي هي متعددة للأسباب طبعا هالسكر يضغط القلب بس مش بشكل مطلق يعني لو كان متعددة للأسباب بالضبط لو كان يقري في العائلة استعداد وراثي وبالتالي عوامل بيئية إيش اللي يحصل في الحالة هذه الحالة هذه هناك في جينات مسؤولة عن هذا الموضوع الجينات هذه تحمل العطب لكن يظهر لما تتوفر العوامل الخارجية يعني مثلا على سيء مثلا إن قد يكون مثلا الإنسان بالضبط نوع الثاني السوء التغذية أو التغذية نحن نقول السلوك السيء في التغذية عند شخص ما يؤدي له حدث سكر بينما عند شخص آخر يؤدي حتى لو مرموص والضغط وغيرها يعني إذا الضغط 95% النوع الأول اللي هو ما معروف الأسباب وممكن يكون منظمنا انسيين دكتور على أساس الوقت أنا أبي أرجع لمحمد اللي عمره 18 سنة ودخل لنا مدخل جميل ارتباط الأمراض المعدية استعداد تعرف الشخص بإصابة بأمراض معدية مثل هل هناك مثلا ليها كذا دور وراثي ولا وبسيط لا الأمراض هذه اللي تنتج عن يعني ما يسمى بسيكشوال اتناز من الدزيز هذه ما لها علاقة ما لها مسبب يعني الأمراض المعدية بشكل عام سواء انتقلت بجميع الضرق ما لها أي علاقة طيب ناخذ هو كذلك دخل لنا موضوع السكر وقلنا لأ يا ولدي بالنسبة للسكر ذكر الدكتور متعدد أنت سأتي النوع الأول والنوع الثاني برضو النوع المعروف إن كيف توارثة أما النوع الثاني فهو القابلي نعم بارك الله فيك بالنسبة لأخونا موضوع التوحد بنخليه في آخر دقيقتين وإذا ما غطينا يسمى محني وإن شاء الله وعدك إن شاء الله سبعة جاية تكون موضوع الحلقة عن التوحد في أسئلة ثانية لا بس في نقطة دكتور للموضوع التوحد إحنا عندنا الحين مصطلحين في المرض راثي الفينوتايب والجينوتايب الفينوتايب يرتبط ارتباط بالجينوتايب الفينوتايب اللي هو الظواهر الخارقية المرض الخارقي سواء التوحد أو غيره مرتبط بتركيبة داخل الجينات اتميزة عن آخر ما عند توحد هذا لا يعني إن التوحد مرض وراثي ولكن لما يحصل الظاهر المرضية هذه إحنا ممكن ندخل في العائلة ونشوف هل السلسلة الديين اي في الموقع هذا مثل ما هي معروفة بمستوى الطبيعي ولا صار للتضاعف يعني على سبيل مثال في عندنا مرض هنا اللي هو مرض الهانتيكتون مرض الهانتيكتون هذا طفرة جينية نتيجة تركيب مثلا نفترض إن الجين وفي حالات عدنا عدنا يعني عوائل كثير وحنا عندنا عيادة متخصصة في المركز لهذا الشي يعني مثلا تركيب تلجين مثلا يحتوي على خلن نقول الخمسين عنصر من اللحماض الأمنية مثلا اللي يحصل ايش في الهانتيكتون الخمسين يسروا مية وبالتالي يعيش الشخص بشكل طبيعي ويظهر عليها الأعراض بعد فترة زمنية معينة فمثلا الاشياء الحين توني كنت أشرح دكتور الموضوع الطفرة اللي حصلت في مجال علم الوراثة هذا رح يغير موازين الطب بشكل عام رح يأدي رح يأدي إلى مفاهيم جديدة رح يأدي إلى أسباب جديدة رح يأدي إلى طرق علاج جديدة وهذا اللي نحن نسعى على إن شاء الله زين أخوي الكريم نتكلم على احنا كثير وعدنا موضوع الفحص ما قبل الزواج أول شي يقول لي طبعا أنا بغطع عليك الموضوع أن كل حد يعني لجبل يعني كل حد لهذا الفحص أي حد مقبل على الزواج في سن زواج يتجه لأي مؤسسة صحية وعلى طول ياخذ الفحص أبوضح شي أرجع ويقول كبرنامج معتمد لا يوجد يعني هو تحت الدراسة نعم لكن لا يوجد لأن أنت إذا بغيت تشغل هذا البرنامج فأنت ملزم بتوفير أجهزة معينة تقوم بالفحص ومش فحص بس أنت بحاجة لطاقم طبي يقدر يقرأ هذه النتيجة صحيح أحيانا النتائج تتشابه وتحتاج إلى تحليل معمق في الديين اي خصوصا موضوع الثلسيمية إذن قولي بالضبط أول شيء هل متوفر هو كفحص في المستشفى المرجعية موجود عشان أي حال يلجأ ولكن ويتم الفحص على أي يتم على الفحص على أمراض الدم الوراثية كان إي الثلسيمية والأمراض المنجلية ونقص الخميرة إذا في نتيجة مثلا مبهمة يحاولوا معنا في المركز عشان نعمل ما يسمى بالمولوكيلر أو التحليل دي ن اي احنا انتقلنا للموضوع آخر الحين في المركز تدري الأمراض المتنحية الأمراض المتنحية يعني تنتقل عن طريق ويود مهما أنه في شبكة بالتالي الخدمة موجودة هي تحتاج إلى تأطير تحتاج إلى تفعيل تحتاج إلى يعني موازنة كبيرة وإن شاء الله إن شاء الله نأمل في المستقبل القريب إنه فحص قبل الزواج يأخذ هذا النحو بس في الوقت الحالي هي خدمة تقدم لكن ليست تحت مسمى برنامج الفحص قبل الزواج بس هي موجودة بس الخدمة احنا سؤالنا كان إنه الخدمة موجودة ومتوفرة واللي مقبل على الزواج نتمنى إنه احنا إن شاء الله بنمشي بهذا الموضوع بإذن الله ورح نوصل لإنه في النهاية هدفنا خدمة الناس حلو بارك الله فيك وكلام جميل أخي الكريم نرجع مرة ثانية دكتور من ضمن الأسباب اللي هو الطفرات الجينية نعم من ضمن الأسباب مثلا أثناء فترة الحمل إنه الأدوية يأتي روجنك يعني فاهم نعم هل للتغذية أو الإصابات بفيروسات معينة بارك الله فيك الأدوية غيرها يعني كثير كثير أسباع يعني صحيح الإشعاع الكيماوي وغير وغيره تغذية نعم تغذية هل لها علاقة يعني هي يعني ما درعت صورة دقيقة عن الموضوع ولكن بمعنى إنه لو التزام بأكل صحي متوازن يحمل جميع العناصر الأساسية بضغط يحتاج لها جنين أثناء عملية التكوين أكيد بلا شك رح تساعد في التخفيق يعني على سبيل مثلا الفوليك أسد الفوليك أسد لو خذناه بشكل تغذوي وخاصة بارك الله فيك يخفض 50% من Neural Defect Disorders اللي هنا من خاص بالحبل الشوكي والنخاع تخيله 50% وهذه نسبة عالية أيوة لكن الحين البرنامج اللي هو مراجعات الحامل يعني هذا كثير مهم ممكن يساعد نحن كثير نشجع على موضوع الفحص الطبي يعني اكتشاف المبكر للحمل وكذلك عملية المتابعة المتابعة دورية نعم الأشعاء التلفزوني المتطورة الـ 3D اللي حصلة الحين ممكن تعتصور أفضل بارك الله فيك دكتور انت دخلتنا في محور جميل دكتور مسلم عملية الوقاية مثلا سبحان الله يحدث التزاوج والحمل عملية فحوصات مبكرة تجري من أجل لا قدر الله التأكد من وجود هذا الطفرة الجينية أو مثلا المشكلة أو العطل أو العطل الجيني مثلا أو عملية اكتشافها من أجل تمام في عائلات معينة يكون عندها مثلا متلازمة مرضية نتيجة أو أمراض دم وراثية حادة مثل الثلاثيمية بالضبط هذه هذه الحين أصبحت يعني جرينا في التوعية بالنسبة للكادر الطبي وهم قائمين بهذه الوظيفة عندما يقول نتائج بالنسبة للمقبولين المقبولين على الزواج وبالتالي يتم شرح وعن طريق استخدامهم أرجع وقول أنا كثير أشجع استخدامهم لخدمة الفحص ما قبل الزواج نعم هو الفحص المتوفر على حسب قدرة المستشفى المرجعي ولكن حين انتقلنا مرحلة أخرى في أمراض أو متلازمات وراثية هي من نوع المتنحي وبالتالي لو اكتشفنا حالة في هذا الشيء نقوم نعمل زي الملف للأسر هذه ونبدأ في الوقت الحالي في طريق على أن نقوم بهذه الفحصات في المركز معنا في المركز معنا تحديد الجين المتنحي المسبب بالتالي أنت ممكن تعطي الإرشاد الوراثي لهذه العائلة لتجنب حدوث متلازمات في الأجيال القادمة هي نفس الفكرة لأن هذا متنحي وهذا متنحي بالتالي إذا تم اكتشاف الجين ممكن يعطاء الإرشاد الوراثي ترك ذا فيك يعني بالفعل هو عملية الاكتشاف الطبي المبكر مهم التدخل الجيني دكتور وبالفعل هو نافذة التشخيص الجيني نعم نافذة ستفتح حتى بناحية العلاج بالضبط نافذة ستفتح إن شاء الله الأمال هو العلاق طبعا هذا موضوع آخر لكن التشخيص الجيني مثل ما قال الدكتور إن شاء الله في المستقبل القريب رح نقوم بهذه لأن مهمتنا كده حقيقة في النهاية مهمتنا هو التشخيص وبالتالي بعد التشخيص يمكن يعطاء الإرشاد الوراثي المناسب والدعم والدعم المباشر يعني على طول الخط 60% من التعامل مع الأمراض الوراثية عبارة عن توعية ووقاية لها يوجد علاج في الوقت الحالي يعيد الموضوع مثل مك يعني سبحان الله هي حالة وتستمر لكن هي عملية التشاور المباشر دكتور هذه بالنسبة لي الإرشاد الوراثي جدا مهم يعني هذه أنا بالنسبة لي والله كدكتورة تمثل 70% بالفعل يعني أنت تكون متصل بالطاقة من اللي يعالجك وبالتالي أي شيء يشجعك يعطيك المنافذ اللي أنت تدخل فيها من ناحية جودة حياة وغيرها ندخل في آخر دقيقتين دكتور بالنسبة للمتلازمات احنا غطينا موضوع متلازمة الدان والمتلازمة الثانية اللي قلتها نعم يعني هي هي متلازمات كثيرة اللي سائر أن نحن عندنا لكل متلازمة معروف على مستوى العالم مجموعة من الجنات المسببة فإحنا نحاول أن نحن نقوم بهذا الشيء في المستقبل قريب هنا أن التشخيص أي جين يعني أو أي جين يكون مسبب لهذا المرض طبعا نحن رح نركز على المتلازمات المتنحية بهدف إعطاء الإرشاد الوراثي وبالتالي لأن المتلازمات الأخرى ظاهرة وعارفة يعني السائدة هي الناس 50% ولكن معرفة التشخيص في حد ذاته يعني تأتي إلى قبول بالوضع وبالتالي أنت ممكن تتعامل معهم يعني دكتور ما يسمى بالمالتي ديسبرني أبروش من كل المتعدد يعني الكل يشترك فيها أنا كثير الأخ المتصل اللي قال يعني ما جاني الفحص ولا خبروني أتوقع هذه نحن نتكلم فيها يعني الجماعة بعد الانجوهد ولكن أحيانا تحصل ناخذ إن شاء الله غير وقفة ثانية أخواني وأخواتي ونرجع في حلقات قادمة إن شاء الله مناقشة إلى أمراض وراثية بشكل خاص إن شاء الله دكتور مسلم وفيت وكفيت شكرا بارك الله فيه أشكرك دكتورة وأشكر لإذاعة سلطنة عمان على هذه الفرصة تسلم إحنا إيدنا في إيدكم كإعلام على أساس نقدر نأدي وظيفة تصاحب وإحنا أنو وإنتم موجودين عشان هذا الموضوع وأخواتي تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة